يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويخبرهم عن الجنة ويقول لهم عليه الصلاة والسلام إن للجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون ومنها باب يدخل منه المجاهدون ومنها باب يدخل منه أهل الصدقة وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد لهم أبواب الجنة فإذا بصاحب الهمة العالية الذي استحق أن يسمى صاحباً للنبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وإذا بصاحب الهمة العالية يقف ويقول يا رسول الله هل على أحد أن يدخل من هذه أن ينادى ويدعى لأن صاحب الصيام يدعى من باب الصيام تعالى أدخل الذي يكثر من الصدقة يدعى من باب الصدقة تعالى أدخل من عندنا الذي هو من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد من أهل الصلاة والإكثار منها سننها ونوافلها وفرائضها يدعى من باب الصلاة وباب القرآن فقال أبو بكر يا رسول الله هل على أحد لو دعية من هذه الأبواب كلها هل عليه من ضرورة يعني هل عليه ضرر أو مشكلة أن أكثر من الصيام ليدعوني منهم على باب الصيام من الملائكة وأكثر من الصلاة ليدعوني منهم عند باب الصلاة من الملائكة وأكثر من الصدقة ليدعوني أهل الصدقة وأكثر من القرآن ليدعوني منهم على باب القرآن هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها هذه الهمة العالية التي تملأ قلب أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ليس عليه ضرورة ليس عليه مشكلة لا وإني أرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى لا تقل أدخلني الجنة فقط لا اجعل همتك عالية فالجنة درجات علق قلبك بالدرجة العالية قال فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الهمة الدنيئة دنيئة سواء همها المنخفضة النازلة سواء في الصلوات فلا يخرج إلى المسجد إلا مع إقامة الصلاة لو أن همته عالية لنفض يده من شغله مع الأذان وخرج إلى المسجد مع الأذان يحذر من أن يقصر الإنسان في عبادته كما وصف الله تعالى أصحاب الهمم الدنيئة من المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وقال عنهم وليذكرون الله إلا قليلا همتهم دنيئة وبالتالي يرضون بالقليل من العمل فقال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى لتكون الهمة عالية دائما حتى في أمور الدنيا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن يكون أحدهم نفسه دنيئة أقبل مرة حكيم بن حزام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مالا فأعطاه ثم جاءه بعد مدة فسأله مالا فأعطاه ثم جاءه فسأله فقال صلى الله عليه وسلم له يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بدناءة نفس لم يبارك له فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بمعنى يا حكيم لا تكن دائما كلما نفذ مالك جئت إلى الآخرين وقلت مددت يدك وقلت أعطوني لتكن نفسك طيبة عزيزة لا تأخذ المال إلا بعزة نفس بشغل عملته أو تجارة مارستها أو شيء أجريته أو ما شابه ذلك تأخذ المال بطيب نفسه عزة نفس أما أن تأخذ المال سؤالا من الناس وجريا وراءهم فاليد العليا خير من اليد السفلة وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيمضي فيحتطب ثم يبيع خير له فيكف وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه يقول الصحابة لا تمدوا أيديكم أنتم كونوا المعطين ولا تمدوا أيديكم إلى الآخر حتى لو اضطررت أنك تذهب وتحتطب وتبيع الحطب ولا تقول للناس يا ناس أنا فقير وأنا مسكين وأعطولي اعمل كما يعمل الناس واشتغل كما يشتغل الناس واسأل الله البركة واجعل همتك عالية حتى في الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهمة العالية يقول لأصحابه سبق المفردون لما رجع من سفر ورأى جبلا من الجبال قال هذا جمدان سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات لا يريدك أن تذكر الله ذكرا عاديا فالمنافقون يذكرون الله لكن ولا يذكرون الله إلا قليلا اجعل همتك عالية حتى في ذكرك لله إن كان الناس يذكرون الله في اليوم مئة مرة فاذكر الله ألف مرة اجعل همتك عالية سابق غيرك كان أبو هريرة رضي الله عنه سبح في اليوم والليلة أكثر من اثنتين عشرة ألف تسبيحة قيل له في ذلك يعني لم تتعب نفسك قال أفتك بها نفسي من النار وقال عليه الصلاة والسلام وهو يجعل الأمر مسابقة بين أصحابه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب من ولد إسماعيل وكانت له حرز من الشيطان يومه ذاك ثم قال وهو يختم حديثه بطلب الهمة العالية يجعلها مسابقة ومنافسة قال ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال يعني مئة مرة أو زاد عليه فالواحد إذا قالها مئة مرة قال لن أكون آتي يوم القيامة مثل الذين جاءوا بالمئة بل سأزيد عشر والثاني يقول بل أنا سأزيد عشرين فتكون همه عالية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصَّل لهم عزة النفس كما قال الجرجان يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن ذلة النفس أحجم إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الضمى ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدى طمع صيرته ليسلم أأشقى به جمعا وأجنيه ذلة إذن فاكتساب الجهل قد كان أحزم وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت وأرضاه منعم كان يحث على العزة النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه من البيعة بايعهم على الصلاة والصيام وأن لا يشرك بالله شيئا ولا ينازع الأمر أهله والطاعف المنشط والمكره يقول الصحابي وأسر كلمة كأنه ما جاهر بها خوفا أن تشق عليهم قيل فما أسر يعني خفض بها صوته قيل فما هي قال وقال وعلى يعني تبايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا لا تذلل نفسك وتقول أعطني هبني اعمل قال لا تسألوا الناس شيئا يقول فوالله لقد رأيت بعضهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين بايعهم في ذلك الموطن رأيت بعضهم يكون على بعيره فيسقط الصوت من يده وهو على البعير الصوت أو العصى يسقط من يده على الأرض فلا يقول لأحد من الناس ناولني الصوت وإنما ينيخ بعيره مع مشقة إناخة البعير وبعثه مرة أخرى ينيخ بعيره وينزل ويلتقط الصوت ويرتح للبعير مرة أخرى ويقوم مع أنه من السهل أن يقول لأحد المارة ارفع إلي هذا الصوت ولا يضرهم لكنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسألوا الناس شيئا أسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة العالية وأن يجعل مثوانا جنته قولوا ما تسمعون وأصغفر الله الجي العظيم لي ولكم من كل ذنب أصغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر